منظومة كارت الفلاح، ليه وزارة الزراعة فكرت فيها وإيه هي أهميتها؟ لما نجي نتكلم عن منظومة كارت الفلاح، الأول أشوف اتجاهة الدولة اتجاهة الدولة النهاردة هي راحة للتحاول الرقمي طيب ليه الدولة فكرت في التحاول الرقمي؟ النهاردة علشان أقدر أتخذ قرار، لازم يكون عندي قاعدة بيانات أنا الأول، يعني الدولة في الأول ما كانتش عندها قاعدة بيانات سليمة تقدر منخلالها لتتخذ قرار طيب علشان يبقى عندك واحد البنات ديت أول حاجة لازم يبقى عارف مساحة الأراضي اللي عندي تمام إيه نوع المحاصيل اللي عندي المتوقع الكميات من المحاصيل في نهاية كل موسم قد إيه فما كانش داك أنه هيحصل من غير ما يبقى فيه عندي سيستم يولي الأراضي عندك قد إيه والمزرعات عندي قد إيه طيب بلس إن الفلاحي النهاردة علشان الزراعة بتاعته تنجح كان لازم يحتاج أسمدها وبزور وتقاوي الفلاح كان دايماً كان يروح للجامعية الزراعية مفيش وحضرك طبعاً عارف إن الكيميات بتبقى كالدفترية فممكن الفلاح ما يصرفش والجامعات تصرف أو وطفر الدورة الوراقية كانت بتبقى عاملة زي لكن النهاردة أنا حددت تقوله الدعم النهاردة بيوصل للفلاح كانت دايما مشكلته في السمات إشكرت السمات غالية إن هو يجيبها عنده من بره لكن النهاردة لما بروح الجامعية الزراعية النهاردة متوفرة عنده الأسمدة بيقودها بالكميات اللي الوزارة محددها له هي الجامعية الزراعية وعفواً للمقاطعة مفروض إنها بتوفر كل الأسمدة ولا بيجيب أنواع معانا من الجامعية وهو بيتصرف في الباقي مباراً؟ خليني أقول لحضراتك هي لكل محصول مركز البحوث هو محدد أنواع الأسمدة وكمياتها لكل محصول فبالتالي هو الفلاحي النهاردة هنقش في دارة شتوية أو دارة صيفية أول أول ما بيجي يزرع الجامعية بتحدد له عدد شكاير معينة بروح يستلامها من الجامعية لحد المهندس الزراعي ما بينزل يعين الأرض ويبدأ يبلغ الجامعية فبيصرف الكمية بتاعته بناء على المحصول اللي هو مزروع في الأرض ده بناء على تحديد مركز البحوث لنوع المحصول المزروع نقدر أقول الاستراتيجية دي الهدف منها هو حل أزمة بتواجهها الدولة أو كانت بتعاني منها الدولة للسنوات أم هي إرضاء للفلاح ولا الاتنين مع بعض خليني أقول لك أنا عشان أرضي الفلاح تمام لازم أوفر له احتياجته تمام كده طيب الدولة زي ما قلت لحضراتك إحنا كانت عندنا مشكلة في الوراقيات تمام هو النهارده الرسيق كان دفتري الفلاح النهارده صرف أو ما صرفش ممكن لو هو مسؤول عن الجامعية الزراعية كان يسدد دفاتر بتاعته وطبعا السماد يروح لغير مستحقية لكن النهارده ما عنديش الكلام دوت أنا النهارده عندي الدعم بروح لمستحقية اللي هو المزارع لأنه ده اللي أنا بص عليه أو الدولة المصرية بص عليه ودي توجهات الرئيس ومعالي وزير الزراعة طيب أنا ليه بعمل كده تمام النهارده احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها النهارده أنا محتاجة دعمل الفلاح دوت عشان يستمر معي لأنه هو بيوفر علي استراد هيقلل لي الكميات فيوفر دي قومنا صعب بيزود لي الكميات بيقلل لي كميات الاستراد عفوا يعني أنا أقصد كده فلازم هتمي بيه عشان هو يكمل معي يعني أنا منفعش أجي عليه في ظل الظروف النهارده الأسار ديت لو حدرك جد بسيط النهارده الفلاح كان زمان كان بيزرع وبعد كده بقوله سعر المحصول قد ايه النهارده لأ في حاجة زراعة تعقودية عندي النهارده أنا قبل الفلاح ما يزرع أنا بضمن له سعر المحصول بتاعه وده في السلع الاستراتيجية اللي على رأسها طبعا الأمح والحاجات دي آه طبعا لأنه النهارده أنا قبل الفلاح ما بيزرع أنا بيشوف السعر العالمي للمحصول وبضمن له أنه أنا هدله السعر دوت طيب جينا ساعة توريد السعر زياد أنا بزوده يعني برضه لو فيه زيادات هو بيستفيد من هذه الزيادات آه طبعا ما كانش بيحصل قبل كده بشون سعر لا يا فندم هو كان زمان الفلاح النهارده كان بيزرع ويجي ساعة التوريد يعني تحديد السعر كان يقوله الأردب بتاعك بقد كده تمام فهو كان بيورد على السعر دوت لكن النهارده هو الفلاح قبل ما يزرع بياخد قرار النهارده الأردب بكام؟ الأردب بقد كده هو طبعا الفلاح عارف مصاريفه إيه وإحتياجاته إيه التكلفة التكلفة بتاعته فبالتالي هو بياخد قرار أنا النهارده هزرع كمية إيه وهل دي هتبقى مناز بلية ولا لا فده ضمان للفلاح كمان وأمان لي طيب هل الكارت ده بيحل أزمة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية بصفة عامة يعني هل هو بيوفر له هذه المستلزمات بأسعار ندر دول مخفضة أو مدعمة أو إلى حد ما ما فيهاش نوع من الاستغلال والذي بعيد عنه وأول حاجة هو بيوفر السماد للفلاح بمعنى أن أنا مش بقول للفلاح النهارده علشان تزرع محصول محتاج عندك أسمادة لف بقى وراء التجار ولف وراء السودة ولف وراءه علشان تقدر تجيب السماد بتاعتك لأنا النهارده بقول له كمية السماد بتاعتك موجودة بالكمية المحددة المحصول بتاعتك في الجامعية هتروح تجيبها مش محتاج أن أنت حد يعمل عليك شغل أو يعل عليك السعر لأ هتروح تاخد الكمية بتاعتك بالسعر للوزارة محددة بالكمية اللي المحصول بتاعك محتاجها يعني أنا ولا أقول لك زود يعني أنت ممكن تجيب من بره أو الفلاح مش عارف الكمية لأ ممكن نحط زيادة أو نقص فيضر المحصول بتاعه لأ أنا بقول لك كمية بتاعتك أنت زارع الفدان فلياكم بنجر سكر الفدان ده بياخد قد كده أسميدة فهو ده المقرر لك هتروح تليف الجامعية أمين موسيقى